موسيقى رئيس مجلس القيادة يزور جبهات مأرب ويشيد بالجهزية القتالية وعودة المحطة الغازية للعمل بعد عمل تخريبي في أحد خطوط النقل موسيقى ومسلح حوثي يذبح زوجته في الجوف ويلقى مصرعه بنيران أكاربها والميليشيا تكثف حملات الجبايات التعصفية في أسواق إب موسيقى وفي غزة استشهادوا إصابة مائة وثمانية فلسطينيين في يوم وعشرة ألاف مفقود لا يزالون تحت الركام موسيقى نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة يمن شباب معكم صفاء عبد العزيز وعمر الروحاني أهلا بكم شهد رئيس مجلس الكياد الرئاسي رشاد العليمي بالروح المعنوية العالية والتي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومستوى الجهزية القتالية بما في ذلك القدرات التدريبية والتأهلية المتنامية على كافة المستويات جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للعليم إلى بعض جبهات مأرب رفقة نائبه اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز وعدد من القيادات العسكرية وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة وعقب الزيارة وجه رئيس مجلس القيادة بمنح هيئة التدريب والتأهل بوزارة الدفاع شهادة تقدير نظير جهدها المشهود لرفع قدرات منتسبي القوات المسلحة في المناطق والوحدات العسكرية المنتشرة على مسرح العمليات في مختلف المحافظات كما وجه الرئيس العليم بمنح قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب شهادة تقدير نظير جهدها المتميز في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية والتصدي لمحاولات الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني استهداف الجبهة الداخلية وزعزعة أمن واستقرار المحافظة والسكينتها العامة وسلمها الاجتماعية وصل رئيس مجلس القدر الرئاسي إلى مأرب لأول مرة أثر الكثير من التساؤلات حول أهداف هذه الزيارة ويبقى السؤال الأهم ما هي نتائج هذه الزيارة الرئاسية لأول مرة منذ تشكيل المجلس الرئاسي يصل رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي محافظة مأرب التي أعلنت عنها الجهات الإعلامية الحكومية باعتبارها زيارة تفقدية للأوضاع في المحافظة غير أن الكثير من التساؤلات تطرح حول توقيت الزيارة وطبيعتها ودلالاتها خصوصا في ظل الحديث الذي يدور خلف الكواليس عن اتفاق وشيك يجري التحضير له بين الشرعية والحوثيين برعاية عمانية سعودية الرئيس العليمي عقد اجتماعات بقيادات السلطة المحلية في مأرب وتحدث عن الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والإنسانية غير أن أهم ما ورد على لسان العليمي إشارته إلى أن مأرب هي بوابة نصري لاستعادة مؤسسات الدولة والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا وفي مقدمتها صنعاء لكن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تحدث من جهة أخرى في رسالة وجهها للجميع بقوله أنه لا بد من الاستمرار وفق قاعدة يد تبني ويد تحارب لتصنع السلام وهي رسالة ربما يفهم منها انفتاح المجلس الرئاسي على مبادرات السلام وبالعودة إلى حديث العالمي وتصريحه عن مأرب باعتبارها درع الجمهورية الذي فشل الحوثي في اختراقه طيلة سنوات الحرب وأنها بوابة استعادة صنعاء فيمكن القول أن العالمي أراد تذكير الحوثيين بأن رفض مبادرات الحل السياسي سيكون البديل عنها هو استمرار مشروع المقاومة للمشروع الحوثي وفي سياق حديثه عن مأرب أشار العالمي إلى أن المجلس الرئاسي يعطي مأرب كل الأولوية والاهتمام مؤكدا أن النصر على الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني سيتحقق من خلال القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها والمقاومة الشعبية المساندة لها ربما حملت زيارة العالمية الكثير من الدلالات غير المعلنة والرسائل السياسية لكن الأهم هو ما سينتج عن هذه الزيارة وما سيقدمه العليمي لحاجة مأرب عسكريا وسياسيا أو ما يفترض أن يقدمه في هذا السياق خصوصا أن هذه الزيارة هي الأولى للمجلس الرئاسي الذي غرق منذ تشكيله في تفاصيل ثنائية وخلافات بينية أعاقت مشروع استكمال التحرير واستمرار المعركة الوطنية كما يقول منتقد والمجلس قلت مصادر في كهرباء مأرب أن المحطة الغازية عادت للعمل بعد لحظات من توقفها إثر عمل تخريبي في أحد خطوط النقل كما نفت صحة شائعات متداولة على وسائل التواصل عن سبب التوقف بأنها نتيجة عن تفجير إرهابي أوضحت المصادر اليمن شباب أن توقف المحطة كان بسبب محاولة ربط خاطئة وغير قانونية من أحد الكابلات الرئيسية قرب منطقة محطة بن معيلي أسفرت عن تضرور الكابل وأكدت أنه تم إعادة تشغيل المحطة الغازية بعد لحظات من الحادثة مشيرة إلى أن الفرق الهندسية توجهت لإصلاح الكابل تمهيدا لعودة الخدمة تدريجيا أقرت الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية تدابيرا للبدء بتشكيل تكتل سياسيا وطني واسع للدفع بعملية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض الاتفاق جاء خلال الاجتماعات التي عقدتها الأحزاب والمكونات السياسية خلال اليومين الماضيين في العاصمة المؤقتة عدن أجريت خلالها دراسات معمقة حول الوضع الرهني في البلاد والخروج باتفاق من سبع نقاط من بينها حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ انقلاب الحوثيين في العام 2014 وشارك فيه ممثلون عن أكثر من 23 حزبا ومكونا سياسيا بينهم المجلس الانتقالي الجنوبي وشملت بنود الاتفاق تقديم الدعم اللازم لضمان سير عمل الحكومة وحجد الدعم الدولي لها لتعود شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين إضافة إلى مطالبة الحكومة بواجبها دستوري والقانوني لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الرهبية أقدت الأحزاب السياسية في تعز الاثنين اجتماعا كرسته لتفعيل دورها لمواجهة أخطار المرحلة وخلق حراك لنصرة غزة ونقش الاجتماع مجمل قضايا المحافظة وضرورة استكمال تحريرها من ميليشيا الحوثي الرهبية لإمهاء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي عليها وخرج الاجتماع باتفاق على تشكيل لجنة لإعداد مشروع تحصين المجتمع من الأفكار الحوثية الطائفية التي تتبناها الميليشيا لتمرير مشروعها في البلاد اليوم لقاء الأحزاب السياسية في محاوظة تعز هو لقاء طبيعي لتفعيل دور الأحزاب لمواجهة أخطار المرحلة ولتفعيل الفعل السياسي فالأحزاب السياسية هي رافعة الوطن ورافعة الشعب وهو لقاء طبيعي للدفع بحركة الأحزاب السياسية لقاء أمس بالنسبة لأحزاب المركز في عدن هو حافز بقية الأحزاب ونرجو أن قطار الأحزاب ينطلق بدون توقف اجتماع الأحزاب السياسية اليوم كان ضرورة من ضرورة العمل السياسي وقد التقت اللوم الأحزاب السياسية في تعز بخصوص خلق حراك يتعلق في غزة واستمرار للحركة السابقة التي انقطعها مع رمضان وبالتالي الأحزاب السياسية وقفت أمام عدد من القضايا اليوم منها الوقوف مع غزة والمسيرات والفعالية الطلابية وكذلك أهم في الاتماع هو تشكيل لقناه لإعداد مشروع تحصيل مبتمعي ضد الأفكار الحوثية والسلالية وكذلك خلق حراك سياسي في محافظة تعز وتعلق بعادة الاعتبار للعمل السياسي الحزبي ناقشنا الضوء الداخلي وناقشنا أيضا الترتيبة لعمل الأحزاب في الفترة القادمة من حيث الأداء المؤسسي من حيث الأداء الوطني من حيث الدعم للمؤسسة المحلية والدعم للسلطة المركزية كل ذلك تناولناه اليوم فطبعا هذه اللقاء دائما مثمرة تذيب القليد الذي يحدث أحيانا بين الأحزاب أيضا نقدم كل ما تتطلبه المرحلة من نماذج ومن مشاريع ومن خططها تم اليوم الاجتماع في مقر التقمع الميصلاح على أن شكلت الأحزاب والمكون السياسي في محافظة تعز لحمة وطنية لمساندة الشرعية والحكومة لتحرير البلاد من السرطان الحوثي وكذلك تم النقاش في هذا الاجتماع الوقوف مع غزة والخروج اليوم القمعة بمظاهرة والصلاة في شارع التحرير لهاقل غزة وكذلك الاجتماع واللقاءات الشهرية للأحزاب السياسية والتفعيل وكذلك التحصين المجتمعي من السلالة الحوثية وبما هي مقدمة الآن عليه من المراكز الصيفية والتغذية للأطفال بمشروعها السلالة الخبيث عشر سنوات من العدوان الحوثي على تعز أطلقت فيها الميليشيا حمم نيرانها على رؤوس الساكنين الأبرياء ودمرت البنيان وأهلكت الحرث والنسل وهي اليوم تصاعد مجددا في المحافظة المحاصرة ضاربة بعرض الحائط كل الجهود الرمية إلى إيقاف الحرب تصعيد حوثي في تعز واستهداف للمدنيين في عدوان همجي يتواصل للعام العاشر تتزايد العمليات العدائية للإرهابيين الحوثيين ضد أهالي تعز وصولا إلى استخدام الطيران المسير في استهداف مجموعة نساء حول بئر مياه في مديرية مقبنة غرب تعز ما أدى إلى استشهاد خمس نساء تستهدف الميليشيا المدنيين في القرى الآهلة بالسكان في ريف المحافظة وفي المدينة المحاصرة مستخدمة مختلفة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران المسير وفرق القناصة التي تستخدمها الميليشيا لضمان استمرار الحصار ومفاقمة المعاناة الإنسانية وقطع الطرقات وتمزيق المحافظة بحقد لا مثيل له يتخذ التصعيد الحوثي مسارات عدة من استهداف مواقع الجيش الوطني في محاولات متكررة ومتصاعدة إلى تكتيف عمليات القصف على المدنيين في المقابل تتصدى قوات الجيش بفسالة لهجمات الميليشيا العاجزة عن تحقيق أي تقدم يذكر غير أن تصاعد وطيرة الهجمات الحوثية خاصة على المدنيين تثير سخطا واتعا في الأوساط الشعبية حيث تتعالى المطالب بضرورة إفلاق عمليات عسكرية لدحر الميليشيا الإرهابية العاجزة عسكريا عن تحقيق أي اقتراق ميدانية رغم التزام قوات الجيش حالة دفاعية فقط وفقا للمؤشرات الميدانية يقول مراقبون عسكريون إن الميليشيا الحوثية ليست بالقدرة التي تروج لها فهي لا تحقق أي شيء من وراء هجماتها المستمرة في أي جبهة من جبهات القتال مشيرين إلى أن تصعيدها مجرد تكتيكا لإظهار أنها في مركز قوة وبين تأكيدات المراقبين العسكريين أن قوات الشرعية بمختلف تشكيلاتها تمتلك الفرصة الأكبر في هزيمة ودحر الميليشيا وبين المطالب الشعبية للمجلس الرئاسية بضرورة وضي حد للهجمات الحوثية على المدنيين وإطلاق عمليات عسكرية لاستكمال تحرير تعز والحديدة وباقي المحافظات يبدو موقف قيادة الشرعية سلبيا ومنقادا لتوجيهات الأطراف الخارجية مما يفاقم المعاناة الإنسانية في الداخل جراء استمرار وتصاعد عمليات القصف الحوثية على المدنيين بمختلف الأسلحة بما في ذلك الطيران المسير في جرائم تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جرائم حوثية بحق اليمنيين مستمرة طوال عقد زمني حتى الآن ويبدو أنه لا سبيل لوقف هذه الفضائع إلا باستكمال تحرير المحافظة وغيرها من المناطق والمحافظات كما يقول ناشطونه على مواقع التواصل الاجتماعي أقد محافظ تعز نبيل شمسان اجتماعا مع اللجنة التحضيرية للإعداد لانعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول المقرر إقامته خلال فترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من أكتوبر القادم بجامعة تعز تحت شعار التنمية المحلية مدخل للتعافي الاقتصادي وأكد المحافظ شمسان أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول يعد حدثا مهما وتحديا كبيرا مشددا على أن يتم التحضير له ليحقق النجاح المرجو منه خصوصا أنه يناقش قضايا ومحاور مهمة تلامس الواقع وتتناسب مع توجهة الحكومة وقال إن هذا المؤتمر يأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد مع الحاجة الملحة لتشخيص الوضع الراهن ودور التنمية المحلية والمستدامة في النهوض بالاقتصاد الوطني وأكد استعداد وحرص السلطة المحلية على بذل الجهود لانعقاد المؤتمر وتحقيق النجاح للخروج بالنتائج المرجوة من خلال الأبحاث العلمية وأوراق العمل المقدمة وبمشاركة محلية وحكومية ودولية كبيرة في المؤتمر من جهته قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور يحيى عبدالغفار إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الوضع الراهن للاقتصاد اليمني وتقييم السياسات الاقتصادية ودور التنمية المحلية والقطاع الخاص ورجال المال والأعمال لتحقيق التنويع المستدام والخروج برؤية لمستقبل الاقتصاد الوطني وتفعيل دور الجامعة في مجال إقامة الأنشطة العلمية والبحثية أقدم أحد عناصر ميليشيا الحوت الارهابية في محافظة الجوف على ذبح زوجته بطريقة بشعة قبل أن يلقى مصرعه بنيران أكاربها أثناء محاولته الفرار في التفاصيل قالت مصادر محلية إن مصلحا حوثيا في مديرية بارط العنان يدعى علي بن درهم أقدم على ذبح زوجته بآلة حادة حتى الموت ولا ذب الفرار وأضافت المصادر أن قارب الضحية تمكنوا من اللحاق بالمسلح الحوثي وقتله انتقاما لها ولأطفاله من الخمسة وتتزامن هذه الجريمة مع تدشين ميليشيا الحوثي معسكراتها الصيفية والتي تمارس فيها شحنا طائفيا عادة ما يفضي إلى ارتكاب بعض الملتحقين بتلك المعسكرات جرائم وحشية ضد أقاربهم كثفت ميليشيا الحوثي الرهابية حملات الجبايات التعصفية في الأسواق الشعبية بمدينة إب ضمن الانتهاكات المستمرة للميليشيا في المحافظة وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي داهمت بعشرات المسلحين سوق الجبري جنوب مدينة إب لإجبار بائعي القات على دفع جبايات تعصفية إضافية وأضافت المصادر أن الحملة الحوثية المسلحة قُبلت بالرفض من قبل الباعة في السوق ما دفع الميليشيا لاختطاف أحد الباعة ونهب بحوزته من تصرف أو في تصرف يهدف لترهيب البقية قالت منظمة الصحة العالمية إن أربعة وستين في المائة من حالات الكزاز الوليدي في الشرق الأوسط توجد في اليمن وأرجعت المنظمة في بان سبب ارتفاع حالات الكزاز باليمن إلى انخفاض نسبة حصول النساء على اللقاحات في الوقت الذي تواصل ميليشيا لحوث حملاتها ضد اللقاحات وضافت المنظمة أن هناك جهودا مبذولة بشأن اللقاحات إلا أن التعطية بلقاح الكزاز متزال منخفضة بنسبة تتراوح بين 17% و21% للنساء في سن الإنجاب وقالت إن التحصين ضد الكزاز في اليمن له أهمية قصوى مشيرة إلى أن التحديات التي تواجهه كبيرة بما تتواصل الجهود لتعزيز التغطية باللقاح والحد من الوفيات بين حديث الولادة سلاح جديد عرضته ميليشيا الحوث الإرهابية في وجه اليمنيين لقتلهم المبيدات الزراعية القاتلة التي تستوردها الميليشيا من إسرائيل وبلدان أخرى عبر تجار موالين لها للفتك بأرواح المواطنين عن طريق السموم بعد الفتك بهم بالصواريخ والألغام والأسلحات المختلفة لا تترك ميليشيا الحوثي سلاحاً تستطيع الحصول عليه إلا واستخدمته ضد اليمنيين الذين لا ترى فرقاً بين حياتهم وموتهم ومن تلك الأسلحة الفتاكة المبيدات الزراعية المحظورة ديولياً حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي استنكرت سماح الميليشيا الإرهابية بإدخال مواد محظورة من ضمنها المانكوزي ببروميد الميثيل والدورسبان والتي يستوردها عبد العظيم دغسان صاحب النفوذ الواسع داخل الميليشيا تجار المبيدات المحظورة من آل دغسان سبق وانصدرت ضدهم أوامر ضبط واعتبارهم فارين من وجه العدالة وصولاً إلى إيقاف مؤسسة دغسان في عهد حكومة باسوندوة لتهريبها مبيدات سامة حجم شحنات المبيدات المحظورة التي أدخلتها ميليشيا الحوثي تجاوزت 14 مليون لتر وتسعين صنفاً مشبوهاً في العام 2023 فقط في حين تشير التوقعات إلى زيادتها بشكل أكبر في العام الجاري عبر ميناء الحديدة أما عن منشأ المبيدات الزراعية الفتاكة فيعد الكايان الصهيوني المصدر الأول لها كما أن علاقة تجار الحوثي في استيرادها من الكايان الصهيوني قديمة وتضاعفت مؤخراً رغم الدعاء الميليشيا محاربتها له ميليشيا الحوثي لا تكتفي باستيراد تلك المبيدات المحظورة من الكايان الصهيوني بل وتدعي في الوقت ذاته محاربة المبيدات أيضاً كما تحارب الكايان المجرمة تماماً حيث تشترط على المزارعين الذين يشترونها من تجار المبيدات دفع رسوباً إضافية للسماح بمرورها في حواجز التفتيش التابعة لها وما بين أقوال الحوثي وأفعاله تناقض نأو أكاديب لا حدود لها إلا أن وعي الشعب اليمني لا يزال حاضراً رغم المحاولات الحوثية لتغييبه قال ناشط يمني متخصص في تتبع الأثار اليمنية المهربة إن مكافحة التهريب تتطلب جهوداً حكومية عملية وفاعلة وكذا الناشط عبدالله محسن في منشوراً على فيسبوك إن حجم ظاهرة تهريب أثار اليمن إلى إسرائيل وفرنسا وأوروبا عموماً والولايات المتحدة كبير جداً ويحتاج إلى تدخل الحكومة اليمنية بشكل عملي وفاعل وأضاف أن النشر في مواقع التواصل والصحفة لم يعد كافياً للتخريف من حدة هذه الظاهرة وأنه قد يتوقف عن النشر في إشارة إلى إحباطه من عدم جدوى الجهود التي يبذلها في تتبع الأثار اليمنية المهربة إلى غزة حيث استشهد وأصيب مائة وثمانية فلسطينيين في مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بحسب ما ذكرته وزارة الصحة وقالت صحة غزة في تقريرها في اليوم السابع بعد المائتين جثمين سبعة وأربعين جهيداً إضافة إلى إحدى وستين إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وضفت أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيونية على قطاع غزة تجاوزت أربعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين شهيداً وسبعة وسبعين ألفاً وسبعمائة وأربع إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي السياق أعلن الدفاع المدني في غزة عن وجود أكثر من عشرة ألف مفقود لازال تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة في القطاع منذ بدء العدوان وحتى اليوم ولم تتمكن الطواكم المختصة من انتشار جثمينها أكدت في بيان لها أن هؤلاء المفقودين غير مدرجين في إحصائية الشهداء التي تصدر عن وزارة الصحة بسبب عدم تسجيل وصول الجثامين للمستشفيات وبالتالي يتجاوز عدد الشهداء أكثر من أربعة وأربعين ألفاً ونبهت إلى استمرار أو إلى أن استمرار تكدس ألف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة لأسياً ما مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والذي يسرع في عملية تحضل الجثامين دمر الاحتلال الإسرائيلي سيارات الدفاع المدني في غزة ليزيد من معالاة الجهاز خلال الحرب مراسل ياما الشباب وثق جزءاً من الضمار الذي استهدف سيارات الدفاع المدني كما هو واضح الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة خانيونس دمر عربات الدفاع المدني الفلسطيني هذا جهاز المحمي وثق قانون الدولي هذا الجهاز يعني يعاني خلال السنوات الماضية من أن أسطوله لم يتغير وهو قديم جداً ولكن خلال العدوان استمر بالعمل كما هو واضح من هذه الصور الاحتلال تعمل تدمير عربات سيارة الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة خانيونس يعني هي سيارات قديمة أصلاً الاحتلال زادة من الضمار والخراب لهذا الجهاز من خلال تدمير سيارات بشكل كامل هذا سيعيق وهو أكيد أعاقة عملهم في انتشار الشهداء وأطفاق أو اطفاء الحرائق خلال العدوان على قطاع غزة يعني قطاع غزة منذ عام 1994 أي أكتر من 30 عاماً لم يدخل أو لم تدخل سيارات اطفاء إلى مدينة خانيونس أو قطاع غزة بشكل عام هذا الضمار لهذه السيارات سيزيد من الأعباء على جهاز الدفاع المدني الفلسطيني لأن هناك يعني شح كبير في السيارات الموجودة ومعناها متواصلة حول ذلك يعني القناة يا من شباب توثق هذا الضمار الكبير الذي حدثه الاحتلال في السيارات الدفاع المدني الفلسطيني محمد سليماني من شباب غزة فلسطين قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن قوات الاحتلال تتعمد تفقيخ المخلفات التي تتركها خلفها في المناطق التي تنسحب منها من القطاع المكتب في بيان جديد فاد أن الاحتلال يرتكب الفعل ذاته في منازل الفلسطينيين وتفقيخها بعبوات ناسفة على هيئة معلبات وطلب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي بإدخال الفرق الهندسية وخبراء المتفجرة للتعامل مع مخلفات الاحتلال وإزالة خطرها من جانبها أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الخلل الحاصل في خدمات الرعاية الصحية بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة يؤدي إلى وقوع مزيد من الوفيات وقال في تقرير لها إن نظام الرعاية الصحية في غزة تعرض للدمار وأن الرجال والنساء والأطفال يتعرضون لخطر سوء التغذية الحال الأمر الذي يؤدي إلى تدهو لصحتهم البدنية والعقلية بسرعة وذكر التقرير أن فرق أطباء بلا حدود العاملة في مدينة رفح تشير إلى أن نظام الرعاية الصحي المدمر والظروف المعيشية غير الإنسانية تزيد أيضا من خطر انتشار الأوبئة وسوء التغذية والصدمات النفسية طويلة الأمد وحذر التقرير من أن أي هجوم إسرائيلي على رفع سيكون كارثة لا يمكن تصورها دعين إلى وقف فوري ودائما لإطلاق النار قال عضو البرلمان اليمنى علي عشال إن جرائم الكيان الصهيونية في غزة أسقطت المنظومة الغربية ومفاهيم حقوق الإنسان التي كانت تتغنى بها وانكشفت حقيقة المنظومة العالمية والبشاعة التي تخفيها بسكوتها عن تلك المجازر الوحشية اليوم هذه الصحوة التي نشاهدها لدى الشعوب المتحرة في جميع دول العالم هي لحظة نقمة وسخط على هذا الانكشاف المريع الذي أصبحت اليوم تسلط الأضواء فيه على هذه المنظومة العالمية التي تبدأ فيها وجه القبح وحجم البشاعة التي ترتكب بالسكوت والتعاون مع هذا النظام الغاشر من جانبه قال العضو السابق في مجلس الأمة الكويتية دكتور وليد التبطائي أن الموقف العربية والإسلامي من العدوان الصهيوني على غزة متخاذل ولم تقدم الدول العربية والإسلامية أي موقف حقيقي نصرة للفلسطيني طبعا الموقف العربي والإسلامي بشكل عام متخاذل صح التعبير صح في بعض الشعوب العربية لكن إذا تحسب فعالية 55 دولة عربية وإسلامية مليارين مسلم لا نفعل واحد المئة من الواجب لكن سبحان الله الله قاد للشعب الفلسطيني اليوم أحيى لهم ثورة جديدة التي هي ثورة ربيع الجامعات الأمريكية وهذه الثورة ممكن تمتدي إلى أوروبا وكندا واستراليا وعديد من الدول نعرف أن حراك الشباب الجامعات هذا حراك مؤثر بشكل كبير في الرأي العام العالمي في تطورات ضفة السشهد فلسطينيون بعد أن ألقت به قوة الاحتلال من أعلى عمارة سكنية في بلدة الظاهرية جنوب الخليل قبل مطاردته واعتقاله وفي الخليل أيضا أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب مدرسة طارق بنزياد جنوب الخليل أدى إلى إصابة العشرات من الطلبة والمعلمين بحالة اختناء تزامن هذا مع سلسلة اقتحامات لقوات الاحتلال طالت بلدة سيلة الظاهر جنوب جنين ومدينة الخليل وعنبتا شرقات الكرم ومدينة بيت لحم ورفق ذلك اندلاع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين في مخيم عسكر شرق نابلس من جهة أخرى أصيب جندي صيوني بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة في حارة السعودية بالبلدة القديمة في القدس في مقل إعلام عبري أن منفذ العملية مواطن تركي ودخل عبر الأردن المصور كاعب هذه جبان وهذه الجبان وهذه الجب الثالث ورح نحر على المتشان احضر ايام 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 هل قواتنا لا أصور سمع؟ لا تصور كاعج هل هذه الجبان وهذه الجبان وهذه الجب الثالي سوف اروف مصر كارج مصر كارج المكتب مصر مصر كارج في الأراضي المحتلة أيضا نظم عشرات الفلسطينيين وقفة وسط مدينة رامالله إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية وردد الهتفات الوطنية داعمة لجميع الأسرى والرفضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي القامعية بحق الأسرى والمؤكدة على حقهم في الحرية الأسرى يحتاجون إلى أن يكون شعبه كله معهم في فعاليات شعبية على امتداد الوطن وأن تكون المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ونقابة المحامين ووزارة الأسرى ونادي الأسرى وحريات وكل المؤسسات أن تقف إلى جانبهم وترفع صوتا عاليا من أجل أن يضغط على المؤسسات الدولية في الأون التحدي والصليب الأحمر وأمنيستي وهيومان رايس وويت كلهم أن يتحرقوا من أجل فضح ما يقوم به الاحتلال تجاه الأسرى من أجل التسريع في إطلاق صراحهم وحريتهم أنا أعتقد هذا ما يحتاجه الأسرى لا أكثر ولا أقل جهة أخرى امتقدت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومان رايس ووتش الرد على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين ووصفتها بالقاسية وقالت المنظمة في بيننا ردود فعل بعض رؤساء الجامعات على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين كانت صادمة وقاسية ومن بين تلك الجامعات جامعة كلومبيا والجامعة تكساس وجامعة إيموري أشرت هيومان رايس إلى أن الجامعات عمدت إلى تعليق جماعي للفصول الدراسية وعمليات إخلاء وطرد للطلاب من مهاجع الجامعة واعتقال الصحفيين الذين يغطون احتجاجات الطلاب والمدرسين واعتقرت الشرطة الأمريكية أكثر من تسعمائة متظاهر مؤيد للفلسطينيين خلال الاحتجاجات والتي بدأت في حرم الجامعات الأمريكية عدة منذ الثامن عشر من أبريل الجاري ختم النشرة نذكركم بأهم ما جاء فيها رئيس مجلس القيادة يزور جبهات مأرب ويشيد بالجاهزية القتالية وعودة المحطة الغازية للعمل بعد عمل تخريبي في أحد خطوط النقل ومسلح حوثي يذبح زوجته في الجوف ويلقى مصرعه بنيران أقاربها والميليشيا تكثف حملات الجبايات التعسفية في أسواق إب وفي غزة استشهدوا إصابة 108 فلسطينيين في يوم وعشرة آلاف مفقود لا يزالنا تحت الركام بهذا نكون قد وصلنا وياكم مشاهدين إلى نهاية نشرة التاسعة نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة